وما زلنا في ملف العلاقات الكويتية الإيرانية حيث حملت زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في طياتها العديد من المؤشرات التي تعزز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية الإيرانية وتغوي عوامل ثقة المتبادلة بين إيران ودول المنطقة الخليجية والعربية على حد سواء رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قاد السياسة الخارجية وفق مفهوم الثوابت التي حصنت السياسة الخارجية الكويتية وأكسبتها الأصدقاء وأقللت منها مش الأعداء وبالذات في المنطقة حيث أن سمو الأمير رعاه الله يتمتع بأكبر مصداقية كحاكم لدولة في المنطقة والكل يتمنى دوره للقيام بعمل سياسي سواء في تعزيز بناء الثقة بين دول الجوار الإقليمي أو في وساطات سياسية أو في معالجة قضايا تمنع التوتر في المنطقة رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تتمتع أيضا بأكبر قدر من التجربة والمعرفة بالمعاناة التي مرت بها منطقة الخليج بسبب المشاكل الخطيرة التي واجهتها وعدد الحروب التي كانت دولة الكويت إحدى ضحاياها وهذا ما يؤكد الأهمية السياسية لزيارة سمو حفظه الله ورعاه إلى إيران وما تهدف إليه من استقرار وازدهار للمنطقة وما يؤهل الكويت لتكون العامل الثابت في المعادلة الإقليمية علاقاتها المنفتحة على الجميع لا سيما العلاقات الكويتية الإيرانية التي تجاوزت مرحلة العلاقات السياسية العادية إلى مرحلة العلاقات الاستراتيجية المبنية على التشاور والحوار وتبادل وجهة النظر التي تصب جميعها في صالح تعزيز العلاقات الإقليمية وبناء علاقات صحية وودية جيدة بين كل دول المنطقة زيارة سمو الأمير رعاه الله إلى طهران هي نتاج عمل سياسي في العلاقات الكويتية الإيرانية والتي مرت بمحطات عديدة عززت من هامش الثقة والمنظور والعمل السياسي المشترك بين البلدين في قضايا ثنائية وأقليمية بشكل خاص الزيارة بدورها تحظى أيضا على بعد خليجي وأقليمي كبير نظرا لترأس سموه الدورة الحالية للقمة الخليجية وكذلك ترأسه للدورة الحالية للقمة العربية وينضم إلينا مشاهدنا الكرام في الاستاديو الدكتور عباس خامه يار المستشار الثقافي في استفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بداية دكتور عباس أهلا بك أهلا سلام حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عميد الدبلوماسية وصاحب حكمة وحنكة ودراية لا شك في حلحلة الكثير من المشاكل في المنطقة وأيضا زيارة سموه تأتي في خضم مرحلة دقيقة فكيف تترجم حنكة وحكمة سموه بالتحديد في هذه الزيارة؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية أهنيكم وهني أنفسنا بهذه الزيارة الموفقة والناجحة الحقيقة أتصور ترتيب الزيارة والاستقبال والحديث واللقاءات المستمرة التي شاهدناها وسمعنا عنها في خلال هذه اليومين هو كل هذا الترحيب وكل هذه الأمور تدل على مكانة سموه الأمير وخلفيته الإيرانيون ما زالوا يتذكرون اللقاء الأول الذي تم عام 1979 عندما التقى سموه الأمير وزيرا بالإمام الخميني آنذاك ورحب بانتصار الثورة الإسلامية آنذاك وهذه كانت لفتة كبيرة في تلك الفترة ما زالت الذهنية الإيرانية تحمل هذه الذاكرة وهذه اللقاء الأخير كان مسك الختام للزيارة عندما التقى بقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني فأتصور هذه المكانة تدركها الحكومة الإيرانية ومن هذا المنطلق كانت هذه المباحثات يجب أن نقرب أن كل الأمور كانت ناجحة وكانت بامتياز ستة اتفاقيات لقاءات على أعلى المستويات بيان ختامي مشترك يشير إلى كل الأمور هناك لقاءات ثنائية بين الوزراء وبين النظراء الكويتين والإيرانيين وتأكيد على تفعيل العجلة المهمة في الجانب الاقتصادي وفي الجانب التجاري ربما تكون هذه الحلقة الأضعف بالنسبة للسنوات الماضية فالتأكيد على هذه العجلة وتفعيل هذه العجلة كما سمعنا موضوع تصدير الغاز موضوع الصلب موضوع الحديد هذه أمور تجارية تهم البلدين أنا أتصور قراءة هذا الموضوع من خلال البهجة التي شاهدناها في الكويت في خلال اليومين الماضيين ونفس البهجة الموجودة والمتواجدة عند الجعب الإيراني نعم دكتور عباس تحدثنا عن تفاصيل هذه الزيارة لكن دلالات وأبعاد هذه الزيارة تحديدا على المنطقة ليسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى طهران أنا أتصور يعني هي الزيارة اسمح لي أن أقول أكبر من طنائية يعني العلاقات الإيرانية الكويتية كانت تاريخيا علاقات جيدة ولم تكن هناك شائبة وإن كانت هذه الزيارة قد يعني قدمت دعم إضافي ووطدت العلاقات لكن أتصور ممكن قراءة هذه الزيارة من منطلق إقليمي نحن نعيش في أزمات متعددة هناك الوضع لا يحسد عليه في بعض المناطق الإقليمية ولصاحب السمو رؤية كبيرة إيران قوة إقليمية كبرى ثقل سكاني ثقل اقتصادي هناك موقع استراتيجي لاعب أساسي في المنطقة فمن الضروري أن نسمع بعضنا البعض ومن الضروري أن نتحدث ونتحاور ونبحث عن حلول لهذه الأزمات أتصور هذه الزيارة بسبب خلفية سمو الأمير وموقع سمو الأمير وموقع الكويت وخاصة القمة الخليجية والقمة العربية وترأسها الكويت فهذا يعطي طابع إضافي ومن هذا المنطقة تصور تأتي تفسير الزيارة نعم دكتور عباس أيضا في سؤالنا الأخير ماذا تعول طهران على زيارة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الحقيقة طهران هي مفتوحة الصدر منذ البداية وتعول على الجيران نحن نعرف الرسول أوصانا بتجارة المدار الحقيقة هناك علاقات تاريخية هناك كما أشار الإمام الخامني إيران وقفت أيام المحن وقفت مع الكويتيين إيران كانت سباقة بعد الاستقلال وفتحت سفارتها في الكويت عام 1962 الغزو الغاشم إيران وقفت مع الشعب الكويتي فأتصور من هذا المنطلق يعني يجب أن نقرأ هذه الخلفية ونبني على المستقبل لا مصير مشترك ثقافة مشتركة جغرافيا مشتركة ومستقبل مشترك لا بد منه ولا بد أن نتناسى أو ننسى المفردات السياسية اليومية التي ربما تؤثر على هذه العلاقات وأتصور من هذا المنطلق الإيرانيون رحبوا بالزيارة وبرمجوا لهذه الزيارة كما الأخوة في الكويت نعم كل الشكر إلى الدكتور عباس خامهيار المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البلاد شكرا جزيلا لك دكتور عباس شكرا لكم اشتركوا في القناة